وقعت وزيرة الثقافة نيفيني كيلاني اتفاقية تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم التعاون المشترك في مجالات تدريب الكوادر الثقافية ودعم واكتشاف الموهوبين والعمل على نشر عروض المصارح المتنقلة بالمحافظات المختلفة كما تشمل اتفاقية المشاركة في حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفاعلياتها وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة وتعاون في المجال التشريعي لنشر الثقافة والفنون ورحبت وزيرة الثقافة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لدعم جهود الوزارة الرامية لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والإبداعي لكل فئات الشعب المصري ومن جانبها أكدت أن إباسها سعيد عضو مجلس الشيوخ من سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدا على إيمان التنسيقية بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في نشر الوعي ورفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير